السلام عليكم حلقة النهاردة بتكشف عن صفقة مهمة جدا تمت بين مصر والمانيا بدون محد يدرى ولا حتى احس صفقة عيارة قيل بجد معلوماتها مش متداولة في الاعلام واعتقد مش هيتم تداولها لفترة طويل حتى احنا رطاشنا فيها بالصدفة البحث صفقة النهاردة واسمحولي اخرج عن الحياد واقول رأيي الاول مرة هي صفقة انا باعتبرها زكية جدا وهقولك ليه دلوال نرجع بعد الحياد تاني في الصفقة دي مصر او الادارة المصرية اللي كانت مغيبة لفترة طويلة وهقولك ليه دلوقتي ادرت انها تكون تحالف جديد من نوعه حطت نفسها كأداة في ايد المانيا او الحكومة الالمانية لينجاز دور معين لصالح الالمان مقابل الدور ده انت خلصت على مجموعة صفقات او خلصت مجموعة الصفقات ونتبتس عليها من سنة 2015 الصفقات دي هتكون سبب في مكسب ضخم ليك يتخطى 150 مليار دولار على اقل تقدير خلال اربع سنوات عشان كده ومن اهمية الصفقة دي رئيس الدولة بنفسه تفاوض عليها المكاسب دي مش بس السمارات لكنها عائدات لو الصفقات دي تمت للنهاية بدون ما يعقها المؤامرات الخارجية او الروتين المصري او اننا ما نكملش الخطة اللي بدأناها الصفقة دي فيها آلة عملاقة تعتبر انقاذ لمصر هيتم توردها للطاهرة حالة النهاردة بقى حضرتك من نوعية الحلقات اللي بتتميز بها هنا او بنتميز بها هنا في خمسين تقتصاد لانفراضات الصحفية واحاديث الغرف المغلقة خد بالك الحلقة دي نوهنا عنها هنا وحضرتكم طلبتم اننا نعملها واحنا قصدين نتأخر يوم او اثنين لان مصدرنا اكد ان في تسريب او اثنين هيتم الاعلان عنهم اليوم او اليوم من دون وده هيأكد دقة المعلومات كلها وصحاتها وبناء عليها هنكشف عن المعلومات اللي عندنا او اللي متاح ان نكشف عنها في التوقيت الحالي ايه با هي الصفقة دي متفاصلها ايه وليه مصر متمسكة بيها وايه اللي عملته مصر عشان تحوص ثقة المانيا وتقدر تحصل على مفردات الصفقة دي اصل اللي فيها مش بيطلع لأي حد وازاي انت كدولة وحكومة ومواطن هتستفيد من الصفقة دي بشكل مباشر مهو برضو انت كمواطن او كمستثمر لازم تستفيد لكن يبقى اهم سؤال الصفقة دي هتتنفذ امتى ومرة واحدة ولا على دفعات وضماناتها ايه خمسية اشياء جميلة بتاعتك وبتنساش اللايك والشير والسابسكرايب للقناة على اليوتيوب والصفحة على الفيسبوك ويريد تعلقوا وتقولونا اراءكم تفعلوا معنا لان ده بجد بيدعمنا في اننا نطور من محتوانا ونصل لأكبر قدر منكم احنا هدفنا واعي شايا الجهز؟ يلا بينا انا محمد ابو عاصي وجادردش معاك شوية اقتصاد بخمسينت اقتصاد حابب ابدأ الحلقة بكم اللي بحبها قوي وهي ان اعصم المكاسب الاقتصادية هي اللي بتيجي من استغلال الفرص اللي مش على مقاسك وبتدخل انت وعشان تأس أسها على مقاسك لما تعرف تاريخ العلاقات المصرية الالمانية هتلاقي ان المانيا واحدة من الدول اللي على وفاق غير دائم مع مصر في حالة اعداء مستمر اعرى التاريخ وانت تعرف دايما من وقت للتاني بتصدر التقارير اللي بتنتقد فيها حرية الرأي وحول الانسان في مصر وده مش قصتنا لكن ازمة التقارير دي ان الحكومة الالمانية بتستخدمها كمعيار انها توافق على صفقتها المصر او لا سمحنا الاستثمارات الالمانية بدخول مصر او لا ونقل التكنولوجيات من عدمه ممكن يوقف ليه مكينة عادية جدا ممكن تدخل او تدخلها المصر وانت محتاجها في التصنيع او في مشروع معينة يعني لو انت طالب منها صفقة اقتصادية معينة سواء الصفقة دي تصنيع او نقل التكنولوجيا او صفقة عسكرية بيكون جزء اساسي فيها تقارير حقوق الانسان دي واللي بتصدرها المانيا من وقت للتاني يا يوافق يا يرفض يا يقلل الصفقة او يقلل حدث منتجات لو طالب قطرة حديثة او غواصة حديثة يجيب لكم النسخة لآدم منها الموضوع مش بالسهولة اللي بحكيها دي حضرتك اوقات كتير بيكون العداء لمصر بندب برامج المرشحين للبرلمان والحكومة المانية نفسها وحنحكي بحلقة تانية قصة عداء المانيا لمصر واسبابه وكمان تفاصيله بس ده مش قصة برغم كده بقى مصر سوق مهم الالمانيا والشركات الالمانية بتاخد من مصر قاعدة لتصدير منتجاتها الافريقية حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا شهد ارتفاع ملموس خلال 2022 بنسبة 7.8% وعشان يبقى 5.5 من 10 مليار دولار خد بالك كمان ان المانيا هي الوجهة المحببة للمصريين في الخارج نسبة كبيرة بتتمنى السفر ليه وبرغم كده الجالية المصرية في المانيا حوالي 7% من اجمال المصريين في الخارج برغم الاعداء والكلام اللي حكينا ده الى ان مصر عارفة ان مصلحتها مع المانيا بالزاد فالبلد كده او بالبلد كده بنستحملها وبنستحمل غلستها مقابل ان مصر تاخد اللي هي عايزها زي صفقة الغواصات الالمانية المتطورة جدا واللي مصر برغم ازمتها الاقتصادية حصلت عليها وقتها خرجت ايديعوت حرانوت الاسراري على ما اعتقد في تأرين مهم جدا انا اريته بيطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة وبيقول ان البحرية المصرية اصبحت الاحدث والاقوى في الشرق الاوسط وان اسرائيل اصبحت عاجزة امامها بكل ما تمتلك ترساناتها من اسلحها وان ما كان الاسرائيل ان تسمح لمصر بامتلاك الغواصات الاربع الاحدث العالمية هل يعني لو كانت اسرائيل اتذكرت كانت مصر تسمع الكلام بس ركز لان اللوبي اليهودي منتشر في المانيا قل بلك ان الغواصات وتطوير البحرية كان لحماية حقول الغاز الضخمة اللي في المتوسط وانا ما كنتش او ما كانتش مصر هتقدر تطالب بحقوق في الغاز اللي في المياه الاقصادية بتاعتك انت كمواطن محستش بالنقطة دي وعشان كان فيه قوة عسكرية قوية بالشكل الكافي انها هتحمى حقوق مصر الاقصادية الحتة دي او الاستنتاج ده تعيانة الصراحة انا اسف اني بطور عليك بس تحابب ووصل لك المعلومة بكل شواهدها كاملة فمتاسف استحمل معي شوية ركز معي بقى حضرتك في النقطة اللي جاية دي هي دي المدخل فيه توقيت من حوالي سنتين او سنة نص كان فيه هوجة على مصر بسبب تقارير بدينها خارجة من المانيا برضو بتتكلم عن قصة حول انسان في مصر وقتها الحكومة المصرية كأنها مش شايفة ولا سمعة وحصل وقتها انتقاد من بعض الناس ازاي مصر متردش والقنوات المعارضة بقتين الى التقارير دي والادارة المصرية مش هنة اتان ان في التوقيت ده مصر كانت بتفاوض على اكتر من صفقة مع المانيا وخلاص قربت تقافلة هفكرك انت بالطبع وقت مع المانيا قبضت على مدير مكتب انجلا ميركل المستشارة الالمانية اصدقوا مكتشفوا انه ضابط مخابرات مصري وشغال معها بقالوا اكتر من سبع سنين بس طبعا مصر اللي اعترفت ولا الراجل انا ضابط مش مهم ومن هنا بقى تبدأ الصفقة مصر تعاملت مع المانيا باللغة اللي هي تفهمها لغة الاقتصاد نجاح الحكومة الالمانية في التقييم الشعبي او الانتخابات مرهوم بمقدار ما تحققه من عوائد اقتصادية مصر تعاملت مع نفسها وحالها ووضعها بعد 2014 على انها دولة محتاجة اعادة اعمار وكانت بتختار شركاتها الاقتصاديين على الاساس ده واساسيين كمان فكانت بتحقق مصالحها من بوابة او مقابل انها بتديك فرصة او جزء من طرطة اعادة الاعمار اشتغل طرق كباري اشتغل كهرباء وبونى محطات خد عود تنقيب عن غاز ونفط وصروات معدنية صدر لنا منتجات عسكرية وغيلها وجدول لنا مع المانيا بالزاد العملاق الالماني سيمانز اشتغل مع مصر واخدت اكتر من صفقة باستثمارات تقدر بحوالي 35 مليار دولار المانيا مش سيمانز بس رقم ضخم مش كده بس اخد بالك ده مجرد لفت انتباه جرى رجل بلغة السوق يعني استفقت لشمل التطوير محطات الكهرباء وانشاء محطات تانية وكانت شريك مصر فيها العملاق الالماني سيمانز والحكومة الالمانية قدرت النقطة دي ده غير شبكة القطارات السريعة العملاق ودي اطخم واحدث واهم مشروع بتنفزه مصر دلوقت المانيا تدخلت في انشاء خطوص السكك الحديد الخاصة به وهتورد اطارات او قطارات واو ناش وقصة كبيرة حضرتها تكنولوجيا كاملة يعني مش كده وبس ده كمان الصفقة شمل التطوير البحرية المصري غوصت هي الاحدى صغيرة انتهت ولاية انجيلا ميركل وجيل مستشار الالماني اولاف شورتس اللي بيمثل حزب الاشتراكين الديمقراطيين لكن الراجل ده كان معروف بعداءه المصر ونظامها الادارة المصرية روادته ودريد تستغل الظروف المحيطة من نقص الغاز والضغوط على الصناعة الالمانية وان الاقتصاد الالماني فعلا في خطر وحقق مكاسب رهيبة او حققية مكاسب رهيبة من وراءه خد بقى الجديد والحصر مصر قدرت في مفاوضات مباشرة مع المانيا انها تستحوز على صفقات ضخمة لتصدير الغاز المصري المسال لالمانيا وفي تعاون غير معلم بين مصر واسرائيل يخص الالمان مصر بقى قريب جدا وحسب الاتفاق مع الالمان وده كان شرط قبول الصفقة الخاصة بالغاز ان جزء من الغاز المصري يكون جاي من اسرائيل الصفقة مشتركة دي معلومة مؤكدة مصر تعاملت بشكل مختلف بدل ما اسرائيل تدخل كطرف في الصفقة مصر وقعت عقل لاستيراد الغاز من اسرائيل وده قريب جدا وبتسيله عندها وتصدره لالمانيا المعلومة دي جديدة مش المتدولة دي المعلومة الجديدة المانيا بدأت من حوالي شهر ومفاوضات رفع حصتها من الغاز المصري يقال ومشيها يقال ان المانيا بتوقع مع مصر حاليا صفقة 15 مليار دولار سنويا لاستيراد الغاز او تأمين احتياجاتها من الغاز المسال في حالة توقيع الصفقة دي هيكون عائدات صدرات مصر من الغاز شهريا حوالي 2 مليار دولار وقصوه مع بداية يناير الجاي 2024 ودي اهم صفقة اه حصر بقيت عندها لكن خد بالك الصفقة اللي بيتم هندستها دي في مكاتب المسؤولين في مصر هتخرج او مش هتخرج بالشكل ده والالمان وفقه على الشكل اللي هتخرج به جزء من الصفقة هيتحول محطات عملاقة متحركة محطتين بسير الغاز زي الامارات او زي اللي الامارات بتسعى لتملكهم دلوقتي وهتشتغل بهم مع اسراهيل مش كده وبس ده فيه حاجة حصلت اول مرة تحصل بالسهولة دي الرئيس في زيارته الالمانيا قبل واحدة من الشركات المتخصصة في النعدة انا اصد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المصر قبل واحدة من الشركات المتخصصة في النعدة من الصناعات وعادها بامتيازات ضخمة وتسهيلات اطخم الشركة دي هتدئل تكنولوجيا تصنيع المحطات دي في مصر وده بالشراكة بالشراكة مع مين؟ ما لكش دعم وهيكون مصنعها داخل المنطقة الاقتصادية القناة السويس واعتقد المصنع ده كمكان وترسانة خلاص خلصت المصنع ده جه لمصر انقاذه والمحطتين دول بالذات لان عقود الغاز بتاعتك مع وجود النقلات الاماراتية جزء كبير منها كان هيدرب وعشان تطلع الصبقة دي بالذات مصر بتطرح دلوقتي اكتر من 52 مناقصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي وهيكون فيه شركات المان في المناقصات دي خد بالك من النقطة ده اول جزء وده حصري عندك وتحدكت لأيه بره وهيتنقل عننا الفترة كاين بس بردو مصر كانت وغض القدر ده من الصفقات جار رجلي بردو لان الالمان او المانيا بتمتلك كل الصناعات القوية والحديثة والمتطورة على وجه العرض بتمتلك الصناعات دي بتقنياتها وبتكنولوجياتها وعشان كده الصفقة الاهم واللي عطلت فترة كبيرة هي صفقة ماكينات سي ان سي واللي بيصنعها لعبلاق الالماني دي ام جي موري العلمانية ويمكن الناس بتاعت الخراطة والمصانع عارفة قدر الكلمة دي كويس ودي ماكينات اتكلمنا عنها هنا بالتفصيل دي ماكينات تصنيع ماكينات المصانع دي اول خطوة لتطوير او ان يكون عندك صناعة حقيقية وتكفي احتياجات بلدك من آلات التصنيع المصنع ده بالماكينات دي نوعوي مصر هتجيبه او خلاص شبه جابته لانه واقف على تركيب جزء كبير من الماكينات ده جايب نقل تكنولوجيا وكان صعب انه يتنين من المانيا واللي بتنفزه عندنا هنا شركة المانية كلمنا عنها بالتفصيل نفس الحالة المصنع ده هو الاول من نوعه في الشرق الاوسط وافريقيا هيصدر مكينات صناعة منتجات نهائية بس لكن لمين؟ لأفريقيا والشرق الاوسط هتصنع عندك هنا المكينات نفسها الناس اللي بتطالب بتطوير الصناعة وانك تصنع في مصر انت عندك في الصناعة 3 حروب لازم تعيهم كويس واتكلمنا عنهم هنا انك تمتلك التكنولوجيا تقنية التصنيع ولو امتلكتها هيستمتلك مكينة التصنيع وعشان تصنع منتج بجودة عالية وبعدين تحارب على ان منتجك يدخل الاسواق الدولية التقنية هي المشكلة صعب حد يمتلك صعب تستورد مكينة بتصنع مكينة بتصنع منتج اساسا مكينة تصنع المنتج بتاخدها بصعوبة وفي الغالب بتاخدها مكينة جيل قديم ده لو اخدتها كمان مالعايز تنفسني بأحدث مكينة اروح فين انا بقى ده سؤال كمان لما مصر تصنع المكينات دي هتوفر جزء كبير من الدولار اللي بتصرفه على شرع المكينات دي من بره وهيكون داعم اكتر انك توفر وتسهل الحصول على المكينات دي من مصر هتدعم ظهور صناعة عندك وكده كده انت بتمتلك التقنية في مصريين بيسمعون دلوقتي وحاجزين المكينات دي من الشركة في المانيا من سنة واثنين ولسه موصلتش وبتطلع بصعوبة من هناك ودي مكينة المنتج النهائي مش المكينة اللي بتصنع مكينة المنتج النهائي المصنع ده بيخلص بالتعاون بين وزارة الانتاج الحربي والشركة الالمانية دي ام جي موري وده كمان ناعلة تكنولوجيا وده لك من كلمة ناعلة تكنولوجيا دي فالناس اللي بتتكنم ليه ما نصنعش ومتأخرين في الصناعة انت اصلا ما عندكش التقنية انيلها بس او اسرقها دي قصتك وبعد كده قول اصنع او ما صنعش مصر كمان توصلت الاتفاق لتصنيع ثلاث اقمار صناعية جديدة لاغراض الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزكاة الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل والتنبؤ بها حوال الطقس والزراعة وغيرها وكمان لاغراض عسكرية فيه امر صناعي منهم تم الاعلان عنه من يومين الاتنين التانين هيتم تصنيعهم هنا داخل مصر في مدينة الفضاء اللي بتتعمل هتنفذ مصانع دي او هينفذ المصنعين دول شركة ألمانية لتصنيع جزء من منصات لإطلاق الاقمار الصناعية وجزء من الامر الصناعي نفسه هيتصنع هنا وده اهم ما في الصفقة هيوفر دي قدر كبير من الدولار واعتقد وده نقطة من عندي ان الخطوة دي هتكون نوال تصنيع طائرات محلية الصناع وكمان مقاتلات وصواريخ بتكنولوجيا معينة كل ده هيوفر دولار مع الوقت لانه هيبقى انتاج محل وكمان هتصدر وعيدتك هتزين مصر بتنفذ مع العملاق الألماني السيمانز ومحطات طاقة شمسية ضخمة فأخيرا قدرت تقنع سيمانز انها تستخطب شركة ألمانية تنشئ مصنعين في العالمين الجديدة في وادي السيليكون المصري لتصنيع منتجات السيليكون لانتاج خليل الطاقة الشمسية وغيرها المصنعين دول استثماراتهم في حدود 2.5 مليار دولار ودي برضو معلومتنا مصر تمتلك فيهم نسبة 30% الادارة والتشغيل والتدريب وحتى المدرسة اللي هتتعمل عشان تخرج دفعات تشتغل في المصنع ادارة ألمانية مش مصرية بس هنا في مفاوضات الرابط تنتهي على ان شركة ألمانية تتولى مسؤولية انشاء مصنع لتصنيع جيل حديث بس مش الأحدث من رقائق إلكترونية إلكترونيك شيفس على أراضي مصر هنا وبرضو بإدارة ألمانية وكامل الضمانات اللي هما محتاجان لان المصنع دي هتدخل على فترات في جزء من الصفقة تكلمنا عنه هنا وهو مبادلة الديون اللي مش معناها إسقاد ديون بس احنا بنعتبرها تجاوزة إسقاد ديون ألمانيا متجاوبة مع مصر فيما يخص ملف الدين ليه بقى؟ هقولك التفصيلة في النقطة دي في الملف ده ألمانيا بدلت 17 مليون دولار و50 مليون دولار بعد كده 58 مليون دولار في 100 مليون دولار بيتموا مبادلتهم دلوقتي ودلسة ما تمش الإعلان عنهم بتطلب منك تحول الفلوس دي المصري وتنفس بها مشروعات في البنية التحتية لبردك برعاية الحكومة الألمانية والرئيس السيسي أشهد بالدور الألماني في آخر اجتماع للأمم المتحدة وهو الصراحة أو هم الصراحة شايدين هال وشوفوا وقتها المستشار الألماني كان قاعد رقابته في السامع باقي الصفقة جزء منها عسكري مش هاخد فيه الجيش يالي نعانه براحته بس أعتقد أنه تصنيع النوع مهم من غواصات حديثة وفرقطات بترسامة اسكندرية بمقصين نحل تكنولوجيا وده مهمة جداً العلماني كانوا حشين التكنولوجيا العسكرية عن دين وما إن علمانيا بتعيد تسليح جيشها فأعتقد أن فيه صفقة تصدير أسلحة خفيفة وصواريخ معينة ليها من هنا من مصر مش عايزة تكلم في النقطة دي خلينها بيدي حسن أساس الصفقات دي كلها هو نقل التكنولوجيا وأهم جزء فيها هو المنطقة العلمانية اللي هيتم بتنفيذها بالقرب من العين السخنة واللي شخصية مصرية برزة أدارت مفاوضاتها وفعلاً الحكومة الألمانية والمستشار الألمان الشولتس والرئيس السيسي بيديروا عملية دخول الشركات دي لأنها دخلة بامتيازات وشروط اتكلمنا عنها هنا بالتفصيل شركات تصنيع زراعي والتكنولوجيا واللكترونيات وطبعاً سيارات ده الرئيس السيسي بنفسه قدر مفاوضاتها عودة مرسيدس مصر حتى الآن في 18 شركة ألمانية بدأت تستفسر وتيجي مصر فيما يخص توسيع عن شطتها بعد الحلقة وبنسبة كبيرة هيتم إعلان دخول الشركات دي مصر وقتها ابقوا فتكروني أتمنى صفقة ألمانيا مصر تتم كاملة وإن ما تكونش مشروع رئيس بل مشروع دولة عشان تستمر الخلاصة ده جزء من اللي بيدور ورا السطار وبتسعى لي الإدارة المصرية معلنتهش لأسبابها بس دورنا كالصحافة إننا نفتش وندور والمهم إن الفكر لمصر تغير وبقى فيه أهداف إن مصر توفر دولار وتصنع كل حاجة وأي حاجة على أرضها انت مش هتقدر تدخل المجال الصناعي ولا السوق الدولي إلا لما تحصل على التقنية والتكنولوجيا ولن تحصل عليهم إلا بمباركة أهلها كبار السوق وده مش هيحصل بالتصريحات العنطرية وفتحة الست لكن هيحصل بالزكاء والعلاقات المتوزنة وإنك تعي مصلحتك وتجري وراها وإن كان بنا البلاد بياخد سنين فخرابها بيكون في دهائي شوف قاركي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر